مشكلة تفاوت الأوزان من أصعب المشاكل اللي بتواجه المربيين وعلشان نتخلص منها ثلاث حاجات مهمين لازم نخلي بالنا منهم ويلا بينا نبدأ على بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخباركم ميه يارب أشوفكم في أحسن صحة وحالة زي ما تعودنا دايما نبدأ بذكر الله بالصلاة على النبي اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمين مشكلة تفاوت الأوزان يعني إيه تفاوت الأوزان تفاوت الأوزان بتلاقي عندك المزرعة أنت جايب القطيع كله في عمره يوم واحد نفس الأكل نفس الشرب مع ذلك بتلاقي فيه فراخ عندك وزنها عدة معاكل 2 كيلو 2 كيلو 4 و 2 كيلو نص وفيه فراخ لسه وزنها ما جابش كيلو وفيه فراخ لسه مثلا وزنها كيلو 4 و كيلو نص طيب ده بيحصل إزاي مع أن الكتاكيت عمرها يوم واحد ونفس العلف بيأكله ونفس الرعاية واحدة مع ذلك فيه اختلاف او فيه تفاوت في الاوزان والمشكلة دي بتسبب لك خسارة للأسف بتسبب خسارة للقطيع عندك وبتخليك وتعرضك للخسارة بشكل كبير كمان من مشاكلها انك انت بتبيع الدورة عندك للتاجر بيضطر التاجر يتحكم فيك يقولك لا انت عندك فراخ صغيرة لا انا هاخد الكمية الكبيرة وهسيب الصغيرة لا مثلا انا هاخد منك بسعر معين فيضطر ينزلك عن سعر البورصة يعني باختصار الموضوع ده بيخسارك وبيسبب لك مشاكل كتير عندك في الدورة وممكن يضيع تعبك لقدر الله على بلاش سبب المشكلة دي ايه وازاي نعالجها كامل معي الفيديو الاخر وفضلا وليس امر لو مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول والحقيقة ان مشكلة تفاوت الاوزان له 3 اسباب 3 اسباب دولا معروفين هما مفيش غيرهم هما 3 اسباب هما اللي بتسببوا معاك في مشكلة تفاوت الاوزان السبب الاول وده بيبقى احتمال ضعيف وهو يكون من الامهات يعني بيبقى في مشاكل في الامهات فبالتالي بتلاقي عندك تفاوت في الاوزان وده في حالة ما تكون انت مشتري الفراخ مش مش شركات يعني انت مش مشتري فراخ شركات مشتري معامل او حد دلك فرز تاني او الكلام ده كله ده بذلك بتلاقي طبعا في مشاكل في الامهات فبالتالي بتلاقي عندك بعض فراخ حجمها كبير وبعض فراخ حجمها صغير والسبب دي بيبخارج عن ارادتك ولكن برضو العيب فيك لانك انت مش مشتري فراخ من شركات طيب قلتلي انا مشتري من شركة معروفة وشركات كويسة ولكن بيحصل عندي تفاوت اوزان في الحالة دي في سببين عندك في تفاوت الاوزان السبب الاول وهي قلة العلفات عندك يعني انت جايب مثلا فراخك حتطلوم علفات قليلة او طبق تحضين قليلة او في بعض الفراخ عندك او بعض الكاتاكيت وهم صغيرين بعض الكاتاكيت ما بيوصلوش للعلفات بشكل كويس او ما عندهمش ما بيوصلوش للعلف بسهولة يعني فقلة الاطباق العلف وقلة اطباق التحضين بالمعنى الصح بهوق ده اللي بيسبب معاك تفاوت الاوزان يعني المفروض ان حضرتك يكون عندك مثلا جايب الفراخ تزود لهم اطباق العلف ما تخافش وما تخافش من تهضير العلف والكلام ده كله حاول تحافظ على تهضير العلف وفي نفس الوقت تكتر الاطباق علشان الفرخ ما يتعبش او ما يعملش مجهود على ما يوصل للعلف لان فيه كاتاكيت هتوصل للعلف وفيه كاتاكيت مش هتوصل فبالتالي يحصل عندك تفاوت اوزان وللاسف لو حصل معاك في الاسبوع الاول خاصة في الاسبوع الاول لو حصل معاك في الاسبوع الاول او اول عشر تايام تفاوت في الاوزان هنا هتبتدي تقابل الصعوبة جدا جدا وصعب ترجع الكاتكوت زي اخو او صعب تخليه زي الاول لان احنا زي ما احنا عارفين ان الكاتكوت الجرام اللي بينقص من الكاتكوت في اول اسبوع بينقصه لك عشرة جرام وهو فرخة في الكبر يعني لو الكاتكوت اهل من اخوه بعشرة جرام هتلاقيه لما يبقى فرخة اهل من اخوه بمية جرام طيب ده السبب الاول وقلنا عليك يعني السبب الاول قلنا الاطباق فهتزود اطباق التحضين والكلام ده كله علشان بيبقاش عندك تفاوت او زي السبب التاني وده يمكن الاهم واللي انا برجحه بيبقى بنسبة عالية جدا بعظا من المربين خاصة مربين المنازل بيصلطوا الحرارة في مكان واحد يعني بيبقى عندك اللمبة مثلا بيركب لمبة صفرة او الكلام ده كله هو حطط في اوضة مثلا اوضة 3 متر في 3 متر جايب له مثلا تسعين كتكود تمانين مية الكلام ده كله فبيبقى حطط لمبة او لمبتين في مكان وموطيها شوية فبالتالي الفراخ بتبقى متجمعة تحت اللمبة الحرارة مبتبقاش موزعة في القوضة بشكله كويس حاول ترفع اللمبة او ترفع الحرارة تخلي الحرارة متوزعة فقط يعني مايبقاش في الجنب مثلا من الحرارة مثلا 29 وفي جنب بقتلاقي الحرارة 34 وفي جنب الحرارة 30 وفي جنب الحرارة 32 وتلاتين ده بيسبب معاك تفاوت في الاوزان ده بيخلي فيه فراخ تبرد وفيه فراخ الجو عندها كويس فبالتالي الفراخ اللي عندها درجة الحرارة كويسة هي بتزيد معاك تمام التمام وبتاكل وبتشرب تمام اما الفراخ اللي على جنبه مش مالكة تيجي في المكان اللي هو الدافي فبالتالي الفراخ دي بتبرد تبتدي تريش معاك بسرعة تحول التحويل بتاعها بيتحول من لحم لا بيتحول لريش فبالتالي الفراخ دي بتبتدي تريش منك الكاتاكيت وبتبتدي ما يظهر عندك تفاوت الاوزان فحاول لو انت يعني في حرارة عند حضرتك او انت بتنظم درجات الحرارة تحاول تنظمها في العنبر كله او في القوضة كلها او في المكان اللي انت بتربي فيه تخلي الحرارة منتظمة بشكل كويس في المكان كله يبقى زي ما قلنا علشان تتخلص من تفاوت الاوزان اول حاجة كاتكوت شركات وده انا بنبع عليه في كل فيديو هتجيب كاتكوت تجيب كاتكوت الشركات ده رقم واحد مفيش كلام بعدين رقم اتنين هتكتر اطباق التحضين هتزود اطباق التحضين عشان كل الكاتاكيت يعني ما تقابلش صعوبة عشان تعرف تاكل برضو هتزود سقياتك تمام عشان يبقى المية والاكل تمام التمام قدامهم عانوش على ما يوصلوا للحاجة دي عشان ما يحصلش تفاوت الاوزان تالت حاجة والاهم درجات الحرارة او درجات الرطوبة او الكلام ده كله هتحاول تنظم درجات الحرارة في المكان يعني باختصار هتحاول تنظم الجو في المكان تخلي درجات الحرارة منتظمة في العنبر كله او في القوضة كلها نفس درجات الحرارة كمان ياريت لو حصل ابتديت تحس بتفوت اوزان من اول اسبوع حاول تعالجه عندك وحاول تعالج الكاتاكيت عندك من اولها علشان لو علشتها في العمر الكبير استحال انك تقدر ترجع الفراخ اللي الصغيرة او اللي حصل فيها تفوت اوزان استحال ترجعها زي الاول وده كان فيديو النهاردة على السريع ياريت لو عجب حضرتكم الفيديو واجهما تنساناش بالاشتراك والدعم في القناة والشكرا لحضرتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه